بكل ما نلتحق بنا اللحظة عبر برنامج جروق مورنينج لي ما زالوا متواصل إلى غاية العاشرة إلى الربع مواضيع مميزة تناولناها خلال هذا العدد المزال فيها فقرة أخرى أيضا مشاهدين ضمن هذا العدد تهم دائما أصحاب المودة والجمال ستضيف فيها البلاطو والسيدة عامر نور الهودة نور صاحبة مركة ملابس جاهزة حاضرة معنا في البلاطو صباح الخير أهلا وسهلا بك نور شكرا صباح الخير أمير وصباح الخير مشاهدين الكرام أهلا بك مرحبا اليوم الموضوع على المورفولوجيا يعني أشكال الجسم نحن عرفوا وش هي أشكال الجسم اللي كائنا وأيضا بالمقابل نشوفوا أيضا الملابس سواء الجاهزة أو حتى التقليدية كيفاش تكون على أي شكل من أشكال الجسم بشكل من الليتوني رح يوالمو اللي فورمتانا برقوند خل كنا هدرنا ديجارة دارني أخفا ما كانش عادنا الوقت الكافي باش نهدروا على الملابس دارني أخفا مع فريال كنا حكينا على أشكال الجسم المناسبة أشكال الجسم يعني كين الأو وكين الفي والأو الأش وسعر رملية اللي هي ثمانية نعم ربما المشاهد الكريم اللي ما تتبعش الحلقة الماضية من هذا الفقرة نعود ونذكروا بالتحديد أشكال الجسم بش ربما نعطوه فكرة أيضا كين نغمان صورة باش توضح لنا باش نزيد بإننا الكاف طبعا في انتدار زملاء فقط صور إذا كان ممكن لخصوص أشكال الجسم رح ينتابعوها في هاد الصورة دونك عدنا للمورفولوجي أش اللي هي هادك الأورانج رح تكون تقدروا تقيسوا بلو متخ ريبان إذا عندكم ولا ديبوا متخ ريبان ستيلوا ورقا ماركو باش تعرفوا شكل الجسم متاعكم دونك عدنا الأش عندناها الأكتاف والبطن الأكتاف والبطن والأوراك نفس تقريبا نفس الحجم يعني ما كاش فرق ما عندهاش البطن تاحا ماهوش باين ذرا رح تكون كيمة المستطيل كيمة عدنا لأش تحتا وكيمة وكيمة لأو في عدنا نحن المنطقة الأكبر في الجسم متاحا هي منطقة الأكتاف دونك الأوراكتاح هي المنطقة الأصغر هي ما يسمى بالعربية يعني المثلث المقلوب أو جسم الفراولة ثاني كي قولوا لهو بسك الشكل تاعو كيمة الأفخيز وعدنا لأكتاح 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 ومنطقة البطن هي الأصغر دونك رح يكون عندها لأو فينتر ماركة مهم وكيمة لأو لأو يعني رح تكون ممتلئة بعض الشيء في المنطقة العلوية وكيمة لأو يعني رح يكون منطقة الأوراك هي الأكبر ومنطقة الأكتاف هي الأصغر لكن الملاحظة أنه ما فيش المرأة اللي عندها وزن زائد أكتر لأو هي لأو طيب ما تبانش مليح في الصورة وي ما تبانش مليح بسك بان با فرصيما تقدر تكون او تقدر تكون آش تقدر تكون حتى اكس وعندها وعندها يعني اكس هي لأمية بيعن وضحوا الأمر لأنه ربما يزعفوا علينا الانساء اللي ربما يكونوا الوزن تحهم زائد ربما اللي هما كتير يلقوا الصعوبات صعوبات في الألبسة يعني سواء تقليدية وحتى الألبسة الجاهزة نحن نرى لكم كيفية تقدروا تلبسو وتبينو النقاط القوة تعلقوا أخطاعكم وتغطيو البلايس لما كمش حابين تبينو فيهم لبواء لبواء يالله نبدأوا بالشكل الأول ذلك لدينا الأو الأو جنرالما عندها لبواء الفقانية ممتلئة لنحن لن تبينش لن تبينش تهدف للشكل الثامنية لن تبينوش منطقة البطن راح نركزو على منطقة الأكتف يعني راح تكون مخدومة هنا يا أي لبسة للشميزي ولا للغوب ولا للترادشونال تحرح يكون لزيبول راح نصلطو الضوء على منطقة لزيبول اكزاكتما لزيبول وهنا في منطقة البطن راح تكون ألوان غامقة وقومش لين يعني القومش تحرق لا يكون لين ما حشي بيين لها لكوا ولا يكون هناك تفاصيل في منطقة البطن بالتسجيل علينا كيف يطورون المستقبل التي يجب منها مع الواقع لجمال عادة التحانية سيستخدمها لدينا يمكن أن تكون لديها الشكل الآخر هذا المورفولوجي V تحدثنا عن الأول ونذهبا إلى الشكل الآخر من الجسم الشكل V سوف تكون لديها منطقة الأكتف هي الأكبر في الجسم دعونا لدينا 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 نذهب للشكل الآخر مع الزملاء شكل V هو شكل من أشكال الجسم لكي نعرفوا شوية الألبسة التي ربما ممكن تلبسها المرأة التي لديها حجم الأكتف أكبر من حجمها سوف ننسي لدينا 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 سألتنا لدينا الجسم الأكتف الأخير سوف يحضرون أن تكون لديه وضعك في الحدوى لا يستطيع تجنب بعض المعارض وقفت ترد يطاق المعارض المعارض في الحديث الذي يرى في بعض الأهواء يطاق المتاح لعضو وضع جيدة من المعارض 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 من العرب لذلك لدينا حالية والعضوى وعلى الصحيح بحالة نظر جيدة في منطقة الأوراك. في الأوراك سننسيو دائماً من الفوق نديرو لفوليوم لما كانت نديرو لمنش بوفونت أو نديرو شغلي يعني حتكون قطاع مخدومة من الفوق في منطقة الأكتاف والأخ نكون نفخشوية من الفوق يعني؟ يعني بش نمدو شكل وهمي للأكتاف هذا بالنسبة للشكل الأ وبنسبة لباس تقليدي نحن نكمل مع الأشكال ونذهب للباس تقليدي على الضربة نحن نديرو الأش الأش راح تكون الأكتاف كما البطن وكما الأوراك راح نسيوحنا نديرو لها خسر وهمي راح نديرو للمش بوفونت ونديرو لها دائماً لازم عليها ديرو ونشتبيين بللي عندها المنطقة البطن أذيق ومن تحت راح تروح لليجيوب ولا لبانتالون العرش هذا الجسم المستطيل متواجد كثيراً عند الأوروبيين جنرالاً هم يلبسوا الأش هم يلبسوا الأش ومن ثم هم يبينو لكورتحم كي مراهو لذلك الأوروبيين لا لديهم إشكال مع الأش ومن ثم نحن نحب نبينو دائماً الويت يعني الساعة الرملية هم يلبسوا الأشياء يبينو لها جمال جسم هذا الشكل جسم ثمانية ثمانية نروح للشكل آخر هذا الشكل هم يلبسوا الأشياء كما قلت لك دائماً نروحوا لليمانش بوفنت وندولها للاسينتور تانيك باش تباننا باش تباننا لديهم دائماً عندكم لنو وليس لكم قلادة لأن القرار يتحمل لذلك لا تخافوا ولكن لا يكون طوال لذلك لذلك دعونا منهم لذلك لن تركز لكم على منطقة البطن لذلك لن تركز لكم على المنطقة الأفوغية تكلمنا بالنسبة للبساء الجاهزين نروح الآن الألبساء التقليدية كل الشكل وربما والبس تقليدي وشي خرج جالي نبدأ بالكراكو الكراكو العاصمي الجزائري بصفة عما كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى بالمانش بوفنت والجوب المورفولوجي 8 المورفولوجي 8 هي المورفولوجي التي نستطيع أن ننبس سرواج الشلقة والكراكو 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 المورفولي 8 ونحن نجد كما نرى 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 بالصرح كل مورفولوجي 8 للشلك الاخر ندعم هل تحبت مع اللبس التقليدي؟ نبقى في الفرغاني ثانيك الفرغاني ثانيك أدرنا لها هنا لزيبول الخارجين هذا هي اللبس التقليدي يعني شرقي، منطقة الشرق لذلك المنشة وحاجين خارجين لذلك رح يمدلها أكتف وهمية لكي يكون عندها جسم متناسق نعم، الشكل آخر؟ هادوما هادوما لتونيه هادوما لتونيه اللغات اللحي يخرج مع الجسم المرفولوجيئة، كنا حكينا عليهم المنش بوفان توزو يعني عموما تكلمنا على الملابس اللي خللي نقول اللي يجب تلبسها للمرأة يعني باش تخرج عليها كل شكل على حسب ربما يعني اللباس كيف وش يخرج عليه؟ اكزاك وهذا ربما تغفل اكتير من الامر هادوما تتقافها عندهم شربما يتلقا بعد ذلك لا يمكن أن تكون ذلك اللي يقوم بالأكداء كفاء أنت في مكان يقوم بالأفريقاني لذلك سيقوم بالأكداء الثالثة للمصر ذلك والذي ستقوم بالأمدو cautious لكن كنت في الأنظر أن أستطيع أن تتعلم أشعاله لأنه في عام 2014 ومقبل كنا كنا لازم نبسو سليم لازم ماذوقات تقدروا تعبروا كما تحبوا بركشوفوش يخرج على الكورته على حساب كل شكل من الجسم يعطيك صحة شكرا جزيلا لك نور صاحبة مركة ملابس جاهزة كنت ضيفتنا في برنامج جشورك مورنينك لقوش الله في فرص أخرى شكرا لك ومتمنى لكم كل توفيق شكرا جزيلا لك